نفى المركز العالمي لمجلس الوزراء اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامنا مع الأزمة الاقتصادية العالمية واشددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على التزام الدولة بالوفاء بجميع المستحقات والامتيازات التأمينية المقررة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم دون تقليصها أو المساس بها كما أكدت الهيئة أنه تم سداد مبلغ 180 مليار جنيه من موازنة العام المالي 2021-2022 مع تخصيص نحو 190 مليار و500 مليون جنيه في الموازنة العامة 2022-2023 وكذلك تم صرف زيادة المعاشات بنسبة 13% من الأول من أبريل 2022 لنحو 11 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم واشارت الهيئة أنه تم صرف منحة استثنائية بقيمة 300 جنيه لجميع أصحاب المعاشات من الأول من نوفمبر 2022 بتكلفة إضافية تصل لنحو 32 مليار جنيه سنويا